شريفة عرف شريفة عرف شريفة عرف انا خصطة كبيرة يعني بتعرف معاه ما معنى ان المخرج يبقى باختصار المخرج كما تخيلت انا راح درست اخراج سينمائي وتخرجت منه واشتغلت وما زلت فخور بان انا قضيت فترة منتظم فيها في ما سبيرو في قناة اليدالدولية وفي قناة المتخصصة بس هو الوقت ده يعني زي ما انت كنت متخيل هتبقى ازاي مخرج او عايز تبقى ازاي مخرج مش في الاوتبوت بس مش في الشيء المنتج اللي هم قدموا لك في الاخر بس لا في طريق التفاعل مع كل حاجة المخرج اللي بيعرف تتعامل مع الورق ومع المبثلين ومع المزيكة ومع المونتاج بسلاسة ورشاقة كرقز باليه يعني الراجل بيمسك الحاجة كده في ايديه ما شاء الله عليه اتمنى اشتغل معه مئة مرة طيب انا هرجع احنا كنا فيه مشهد من خاتم سليمان انه ده كان شخص طيب طبيب خاتم سليمان اه طبيب قلب طيب خلوق وفي نفس الوقت اظن اظن انه عنده برضو تفاعلات احيانا تدفعه الى النقيد يعني مش بول انه هيتحول لشخص الشرير بس في مواقف زي المشهد اللي شفناه يعني مستعدي يلتهم ايه لا لا بجنون احيانا انه بيتخانق وبيضربوا بتاع طبعا بصي بقى عشان وديها حاجة يبتنى اول مرة هتقال فاقولها معاك عشان انا بحبك حبيبي بحب كل اللي بحبوك احنا ان شاء الله نفس المجموعة اللي اشتغلت فيه خاتم سليمان المؤلف محمد الحناوي المخرج احمد عبد الحميد مدير التصوير محمد الشفيق المخرج المنافذ شام فاتحي بنتقابل تاني مع بعض عشان نعمل حاجة ان شاء الله حيبقى فيها اولا فيها معانا ما كسب كتير زي النجمة الجميلة جدا جدا صابريب اللي انا بحباها من ايام اتقابلنا زمان في الشوق اللي انا استبدين مع بعض فكانت مساعد مخرج وكانت هيا بطلة في الفيلم وبعد جاءت عملنا فهم كلصوم وطبعا مع الاستاذة انا عام محمد علي استاذتي اللي انا يعني علمتني اكتر من اه مئة مدرسة بجد لما شغلت معها تلات مسلسلات اتعلنت فيهم يعني ايه تلفزيون يعني ايه تقف كممثل فين تعمل ايه بامانة امانا يعني فان شاء الله عندنا الفرصة دي هنعملها مع شركة اه انا معرفش انتم تقولوا اسامين ولا لا بس انا بس انا يعني فخور بالشركة اللي انا اشتغلت معها اخر تلات اعمال وان شاء الله الرابع ده حيبا جايوا يا سنجي مع اه اه كل الجهد اللي بتحط اه منهم في الشغل فحبقى حاس ان انا في امان لانه منتج اهم حاجة في امان تام امان تام لانه منتج فهمة بتعمل ايه بتقدر كويس اوي كده كل مطلوب منك انك انك تلتزم معهم مثلما هما بلتزمهم معك هتلاقي الحياة جميلة جدا بس دي مفاجأة دي فدي انا ان شاء الله حيبقى وهيبكى معانا بقى اربع بنات بنتنا البون Pierce من الاسم المفدائي بتاعه و اعمل ايه او ادب السعت لسه احنا في اه الراجل اللي اه اللي عنده البنات دول و هو طاقر شوية مو و اه اللي هو tecnología ومهندس سوت اه و بيسمح حاجات لوحده و بيسمح حاجات معانا و حاجات كده و اه اه دولاته العكس براته كل النظرة الملتزمة. فاهم الجودة. اوكي. فاربنا يسهل. ان شاء الله. ده ده انا كده طاير في السماء. ترقبوه يعني. اول ما معنا بقى البنات الصغيرين اللي هما اجيال مختلفة كل اجيال. يعني احنا فكرنا في عايزين نعمل مسلسل كل البيت اتفرج علينا. قلناش دعوه برمضان. حلو ده. قلناش دعوه اعطوه عند البيت كله ليه. عشان احنا عايزين كل الامار. من غير ما نبقى عملناها اوبن بفي يعني. يعني مش كله هنجي لقى حتة هجيبه. لأ. احنا عايزين التشبيكة بتاعة العيلة المصرية. اللي احنا بنبقى متنفرين في كل حاجة. بس في حتة معاجب. بس هنقعد نتفرج علي المسلسل ده. ده المفترض يتعرض علي امتى. ان شاء الله هنصور احنا خلاص خدمة وايطة انصار سبعة وتمانية وتسعة وعشرة. مهي. ده هيبقى خمسة واربعين حلقة. هيبقى وانا مش. يعني زي ما هما بيسيبولي براح حاجات كتير. بس بلهم براح ان هما يقرروا امتى وامتى يتقل وينزل ده. مثلا حابيت اقولي المشروع نفسه اللي احنا اشتغالين فيه. بمناسبة خاتم سليمان. احنا وي انا اشتغلت معا احمد عبد الحميد المخرد. اشتغلت معا مسلسلين من انجح الحاجات اللي عملتها. قانون المراغي في الاول. احمد حنا وي عملت معا خاتم سليمان. وآآآ الصالوك. وآآ هيا ودافينشي. وطفاحد ادم. مه. فهده الخامس. فاعني احنا ده. فاحنا كده يعني التوافق التنبق. لا يسرد على بعض جدا محامد شفيق علاقتي بي يعني حاجة و 30 سنة. معا تسينم. هو اللي صورني مشروعك خارجه بتاعي. هو اللي صورني اول فيلم اعملت في التلفزيون. هو حتى كان بيشتغل معا في الاضاقة في المسرح أ Lumح جداً ومشترينا قابل صفرين تالي لأنه ليرين يا تمالين زي ما ي Financeنا وحدّسنا للنسبة أنه في علاقة كده ممكن تبقى حلوة إنشاء الله تبقى كوي خجريني الأول أشكرك على أنه قدت لنا كلها زين معلومات الحصرية زي صابق كده حبيبي شكرا por primerailly